المحكمة الدولية لقانون البحار دعوة للإفراج عن السفن الثلاثة والجنود الأربع والعشرين تحاول روسيا استخدام استثناء من الأنشطة العسكرية في قضيتها لكن الجانب الأوكراني فندى هذه للدعاد دعونا نستمع سخرة شعور تؤكد الوثائق المقدمة للمحكمة في الثامن من مايو تؤكد الوثائق المقدمة للمحكمة في الثامن من مايو أن روسيا تستمر في انتهاك حصانة السفن الأوكرانية وتجري عمليات الفحص والتفتيش لها كما تؤكد هذه الوثائق أيضا أن روسيا ستستمر في سجواب البحارة في سعيها لفرض أقصى عقوبة عليهم وهي السجن لمدة ست سنوات تنص المادتان الخامسة والتسعون والسادسة والتسعون من هذه الاتفاقية على أن السفن الحربية والسفن التابعة لدول معينة ومثالا عليه القطرات تتمتع بحصانة كاملة من جميع الدول باستثناء الدولة التي تتبع لها هذه السفينة هذا وتستمر روسيا باحتجاز البحارة الأوكرانيين الأسرى منذ خمسة أشهر بالإضافة إلى السفن الحربية الأوكرانية التي استولت عليها قوات الأمن الروسية في الخامس والعشرين نوفمبر من العام الماضي في المياه الدولية بالبحر الأسود وجهت موسكو إلى البحارة الأوكرانيين تهمت عبور الحدود بشكل غير قانوني فيما اعترف المركز الروسي لحقوق الإنسان بالبحارة الأوكرانيين كأسرى وسجناء سياسية